مرحبا كيفكن صبايا شو الاخبار طمنوني عنكن اشتاقتلكون كتير وقد الدنيا كله ورجعتلكون بفيديو جديد فيديو اليوم حبيت اني اشارك فيه معكن شوي يعني ايك لقطات من ايامي مع انو طبختي على عدة ايام فتابعوني للنهاية حطولي لايكات كتير وكتبولي تعليقاتكن الحلوة صباح يوم جديد يا رب يكون هاليوم حلو ويمر بسلام اشتركوا في القناة 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 فشو بعمل انا بجلي الجليات كلهم وش واحد يعني بنظفهم البقايا الاكل والكاسات وكل شي وبحطهم بقلب المجلة بعد ما اكون طبعا مليفتها ومعقمتها وبنقعهم كلهم بحط عليهم ماي وبحط شرائح ليمون وبتركن رحوا تصليط الظهر خلصت هيك شباية شغلات جوا بالبيت وبرجع بعملهم وش تاني طبعا لازم يكون فيه ليفة للكاسات وليفة لبقى الجليات حتى لما نشرب بالكاسة ما يكون فيه الى ريحة ما حلوة خالص انا كتير كتير بتوسوس من موضوع انه يكون الكاسات فيه لهم ريحة احيانا بلايفهم لحالهم كمان قبل الجلي بس خلص هون بما انه يعني تركت الجليات كلهم بدي اصور فانه عزلتهم عن بعضهم عادي ما بيأسر متل ما شفتوا كنه تحطة شرائح ليمون بقلب الكاسات وبيقلب الجليات كلهم يعني حتى تصير ريحتهم حلوة كمان والله بتفيح ريحة البيت كلها ليمون هلا انا عبجلي الجليات بدي اارض على هاي الصبية حبيبة قلبي اول شي شكرا كتير على تعليقاتك الحلوة وعلى دعواتك اللي دائما بتدعي ليها عن جد الله يسعدكم جميعا يا رب احلى عائلة بكل الدنيا انتو عن جد رب العالمين حط بطريقي ناس كتير محترمة دائما بكتبوا لي كلام حلو بيرفع المعنويات فشكرا كتير على الدعم الدائم الصبيعة بتقول لي طبعا متل ما شفتوا بالتعليق انو كيف فيني اخلي بيتي دائما مرتب ومنظم شوفوا لقالكم طالما نحن عايشين بالبيت وفي عائلة فيعني ما في بيت بحالته المثالية دائما اوعكم تصدقوا هدوليك الشغلات اللي بتشوفوهن بقنوات الروتين يلي بيزودوه كتير يعني دائما حياتهم مثالية ما في حدا حياتهم مثالية صدقوني وانا بقلكم كمان انا بحكي عن نفسي يعني واظن الاكترية اوعك تصدقي لما تشوفي فيديو طوله خمسة وعشرين دقيقة واكتر للروتين وحدة فائت الصبح وشربت قهوة وحاست وعزلت طبخة سابت حلو وخربت الدنيا وراحت مشاويره واجت وطبخة كذا طبخة بالفيديو هاد كله غير صحيح انا بقلك من نفسي الفيديو بياخد تصوير اقل شي اقل شي يومين ثلاثة يعني هاد الفيديو مشتغلي علي لمدة اسبوع كامل ولما بكون شي دي على حالي كتير بدي يومين بالتصوير لما بيكون الفيديو عادي يعني ما فيه افكار كتيره وما فيه طبخات كتيره واكلات حلوهيك فهاد الشي اللي منشوف انه مثل من فترة شفت نكتي قال انا اليوم فقط بدي اقلد الاجانب ففقط الصبحيات شربت قهوتي برواء طبعا بعد هيك امت لعبت رياضة وحضرت فطوري فلاقيت انه قدن المغرب يعني هي طبعا نكتي بس انه الفكرة كيف انه يوم اصير مع الولاد ممكن اذا كنتي ام ولادك بيأكلوا على مهلا الفطور ياخد معك ساعة فانتي لا تصدقي انه فيه حدا حياته دائما مثالية وبيته دائما مرتب ومنظم وبيشتغل الف شغلة باليوم اعكن تصدقوا انا بركز على هاي الفكرة بفيديوهاتي كتير كتير انه بقالكن يا صبايا انا مليم صور الفيديو بيوم واحد وهذا الشي كله ما عملته بيوم واحد انا احيانا والله يا صبايا بفيق الصبح بفطر ما بعود مش تهيه ما باكل تاني يوم خلاص يعني شو الواحد كل شوية بدي اياكل كل شوية بدي اقوم يشتغل لا حسب رب العالمين ميسر لي خلاص انا بهذا اليوم فقط مثل ما قالت لكم اشتغلت شوية شغلات بعض يوم فطرت اولادي كانوا مرضانين قاعدين بالبيت لامنه فاليوم ما طبخت ما ساويت اكل دسمي واعادت وما بعرف شو لا متل ما واضح معكم ساويت ماكرونة بالجبنة وصلت على الزوجي كتير بيحبه لانه هاي بندورة ومخلل وخلاص خلاص يومي فاوعك تصدقي انه في حدا خارق بهاي الدنيا ابدا كل اياتنا ممكن انها في الصبح اقصى الغسيلات وخلاص اتعب ما اعمل شي بده قل زوجي بقول له جبنا معك فلافل جبنا معك اي شي يعني جاهز انا مالي قادراني قوم اكمل انه نحن بشر عنا طاقة بتخلص فانا دايما بنصحكم بقالكم لحتى انت تضلي مرتاحة لحتى تضلي انه هيك بيتك قدر الامكان تحت السيطرة زيك انتوا عائلة كبيرة عندك ولادي كتير حاولي التنظيم والله يا صبايا التنظيم اهم من التنظيف انا ما كل يوم بشطف وما كل يوم بمسح غبرة بس عندي كل غرض بمكانه ما عندي فوضى ممكن انا اليوم فايقة موجي عبالي اني اعمل شي بنص ساعة لملمة جلتها الكم غرضي اللي وقال بالمجلة خلاص البيت مقبول موقع ايامته فدائما لما منكون نحن عم ننظم كل شي اول باول عم نرتب كل شي اول باول السحابات دائما مرتبات علمي ولادك انه ما يكركبوا كمان لما نحن منعلم ولادنا انه مو دائما ايامة بالبيت هدا الشي كمان بساعدنا انا بعرف صبية عنده قناعة اليوتيوب من زمان يعني بتابعها من اكتر من عشر سنين هيك شي عندها هي تقريبا خمس ولاد هي طبعا مصرية يعني وكبيرة بالعمر ولادها كل يوم بتنزل روتين كل يوم حرفيا صبايا وبيتها ايامة ايامته ولادها فوضويين كتير ودائما الناس بالتعليقات بينصحوا انه علمي ولادك عالتنظيم عالترتيب مو كل واحد شرح غرض شلفوا بقرني كل واحد اكل بهالصحة تركوا عالطاولة تركوا على طرف الديواني تركوا مبارك ايه ايه اماني انا بقضي يوم كله عبفتل ورا ولادي وبلملم وراهن وما بخلص بتخلى عندي ضيف بلاقي انه ايامة ايامة لا انا من اول ما تزوجت مع المعادي عن نظام اللي بصرح شعره رجع المشاطة لمكانه اللي بغير اغراضه لنضاف على التعلقه والوسخات العفو منكم بيقل بسلة الغسيل خلص بالارض ما بصير يكون في شي السحابات ممنوع حدا يفتحون انا شو بتكون بطالع لكم اذا هذا فتحوا شلفوا هذا فتحوا شلف خلص قامت له ايامة المطبخ على حطة ايدي انا بس ما بصير حدا يفتحوا يشيل ويحط وقت الغدى بحط الغدى وقت الفطور بحط الفطور وقت العشاء بحط العشاء ما في فوضى مثلا مع المولادي انا بكون توضى ابني وانا بعدين دخلد اتوضى بعده ليش الارض ما لم نشفه تعنشفه قبل ما انا اتوضى خلص شاني تعلم ان هو اتوضى عن مرسل نقط مي بده ينشفه ما بصير هيك يتضلل حياة عشوائية فدائما بنصحكم انه الواحد بيعلم ولاده عن نظام والترتيب انا بشتغل على مهلي واول باول بريح راسي التنظيف بيكون مثلا مرة بالاسبوع التنظيف العميق كل شهر شهرين بنعزل بس مو كل يوم انا بقضي يومي عب بشتغل وتعباني لا انا بصير علي ضغط ليش لان انا بكون عب بصور وعب بشتغل فبلاقي حالي من شاء اللقطة لقطتين راح معي اليوم كله بس انه لا انا بجيني ايامه وجي عبالي اشتغل انا اليوم مثلا لما هلو عب بسجل الصوت للفيديو الي اسبوع عب بشتغل على هادا الفيديو كتير تعباني فاليوم عندي مونتاج انا بس هيك لميت لم لميت جلات الجليات خلص لا بعض الظهر بقوا مع الطبخة فهيك الحياة بتكون لما نحنا مننظمة ومنرتبة بطريقة تكون مريحة لأينا حالا هون اجيت بدي اطبخ ملوخية ورز كان ابني كتير مش تيها عليها وقوله كم يوم عبينو علي بس كيف رح اساويه اليوم معكم بطريقة كتير سهلة وسريعة وبسيطة طبعا هون كان غداي لتاني يوم يعني كمان فقط كان في عندي كتير شغلات خلصت الساعة وحدة صليت الظهر وبلشت بطبختي وانا اليوم يلي بكون يعني في عندي طبخة تقيلة متل هيك ببلش فيها بكير حتى الاحق طبعا اصور والاحق الغداء بوقته هاي من ناحية من ناحية تانية ما بفتر بس انو بشرب القهوة الصبح ما قطعت بسكويتة او شي وخلص بقوم بخلص شغلاتي وببلش بطبختي هلا شوفوا هون كنت عبا صور وشو صار انا بحط المحرمة على طرف حامل التصوير من شاء انو كل شوي امسح الكاميرا فطارت شوفوا كيف طارت هيك منيح ما نزلت فوق الملوخية الدنيا شوب كتير وزا بدي اسلق فروج فاول شي يعني بحس ان الفروج المسلوق بالشوب ما كتير معبول من ناحية من ناحية تانية بياخد وقت بيطول كتير وريحة ومبعرف شو فاليوم حبيت اني اساوي معكن الملوخية بطريقة سريعة اذا انتي مشتهي على الملوخية وحابت ساويها باسرع وقت اول شي هون في عندي كان فروج مقطع هدول طبعا اربع فخدات عند الرجال يعني اللي بيبيع اللحمة خلينا يقطع لنا يهون ويشفيهم جبتهم غسلتهم كتير منيح بميهم الحوليمون حطيتهم بالمصفية لحتى يصفوا حطيت نقطة زيت بقلب الطنجرة وضلت عب بشوحهم لحتى بلشوا يستوه حطيت اللهم معلقة كبيرة توم مهروس حطيت ملح وبهار وتركتهم غطيتهم لحتى استوه على الخالص بعد هيك بطنجرة تانية حطيت معلقة كبيرة سمنة وحطيت كمان معا شوية زيت نباتي وحطيت الملوخية بحط عليها الملح والكزبرة والتوم وبضل عب بشوحهم مع بعضهم كلهم طبعا انا هون عندي الملوخية انا جايبتها بالبيت ومساويتها بس قبل ما اطبخها شوي يعني بس هيك انه ببلة بالمي ليش لحتى اشوحها تاخد معي نكهة التشويح وتكون اسهل يعني ما تطير الملوخية من الطنجرة وانا عب بشوحها من ناحية من ناحية تانية بحسة انه بتاخد نكهة اطياب وما بتنحرق مباشرة ليش لانه ورقة الملوخية لما بتكون ناشفة ومنوجي نحن بدنا نحمصها يعني بتكون يابسة ملأ ابدا هنيك شوية رطوبة بتنحرق بسرعة قبل ما ناخد نكهة التشويح فبتلاقوا كتير ناس عم ناكل عندهم الملوخية فيا نكهة مرار وفيا نكهة لدع هيا نكهة انا ما بحبها من شان هيك ان كانت الملوخية انا جايبتها بالبيت وغيسلتها كتير منيح وبعدين منشفتها وضيبتها يعني بالمونة او اني جايبتها جاهزة باخر السنة بتعرفوا الا ما ننقطع للناس اللي بيعشقوا الملوخية من شان هيك انا بحب اني اشوحهم مع بعضهم يعني حتى انو عرق الملوخية ياخد لون اشقر خفيف مع التوم والكزبرة بعد هيك بحط فوقهم الفروج وشوية من مرقة الفروج كمان وبتركهم لحتى يستو وساويت كمان رزبة شعيرية شوفوا كيف طلعت كتير طيبة انا بحب اني انشفة يعني ما اترك فيا مرأة ابدا نكهة بتجنن سبحان الله مع انو ما كنتو بخطط طلع فجأة طلع ببالي اني اساوية على طلب ابني قلت لحالي له كام يوم عبيقول لا يا ابنت قوم يساوي له اياها مع انو كنت ناوية انو اطبخ كبسة فقلت له لزوجي لأ خلاص اجلتها من شان انو اطبخ اليوم الطبخة على طلب ابني والحمد لله عليك والحال والله يديم علينا وعليكن النعم يا رب والله يرزقنا ويرزقكن رزق حلال طيب يكفينا ويغنينا وربي بعدي اسمه ما يحيجنا الا لوجهه الكريم وتضل حياتكن كلها فرح وسعادة وتعيشوا حياتكن انتم استمتعين بكل لحظة فيها مع الناس اللي بتحبوهم خلوا حياتكن حلوة استمتعوا فيها شو ما كانت ولا تغركن المظاهر من كم يوم حكيت معي صبية كتير تعباني نفسيتها ومتأسرة بحياة الناس اللي هيك بشوفوهم بهال مواقع التواصل الاجتماعي وقالتلي انو وضع كتير صعب وشو بدي اعمل وهيك فحبيت بفيديو اليوم اني اجاوبك واريح لك نفسيتك طبعا انا حكينا كتير يعني على الخاص وهيك وحبيت قلت لحالي بجوز كمان يكون فيه ناس مثلا فريحوا نفسيتكن والله يا صبية انا ببلش يومي وانا عب بعيش اللحظة بلحصة هلا هيك بدي اقوم اعمل هلا هيك بدي اساوي اليوم هادي اللي متوفر من طبخة من اكل من حياة من كل شي يعني حياة طبعا مو بس اكل من كل شي بيصير فيها انا بستمتع فيها شو ما كانت وبحمد ربي وبشكره وما بلائي لكم يا صبايا إلا هاليوم مشي الحمد لله بشو ما كان فيه وخلص اليوم ونمنى وبكرة عجب بن فيه او لا ربي بس وحده هو يلي بيعرف هون يوم الجمعة راحوا زوجي ولادي على المسبح اي انا شو بدي اعمل موجي يا عبالي لا افطر لا مومنية ولا فول ولا اي شي قلت قومي يا بنت وساوي الاكل بكير وظنظفتها المطبخ ورتبته وحطيت كوبي القهوة على الغاز بعد ما ليفته كانت حالته حالة قلت من شان اخلص واسايف فنجان هيك نسكافي على الرواء اللي كم يوم مشربت نسكافي المهم يا صبايا شو بديك تعملي شو بديك تعملي فكرت كتير لقيت في عندي بانجان وعندي بنادورها يعني عبتبلش انه تتشرك فحطيت هالخضرة كلها وغسلتها كتير منيح برا بالصيفية غسلتها على السطل منشان ما يتغسل الخضرة اكتها بقلب حوض الزرع يعني كتير صبايا نصحوني بهاي الشغلة اي والله تركتهم حتى يصفوا وبعدين رتبت الخضرة بقلب سحابة البراد يلي هلأ ما بدي ايها وتركت برا يلي هلأ بدي اقليهم واساويهم كم في عندي فلافلها عبتبلش تتشرك فالجديدة حطيتها بقلب البراد وطلعت الفلافل والبانجان حطيتهم برا وقليتهم هون ما حطيت زيت كتير بقلب الطوايا وانا عبقلي يعني ليش من شان لانه هادا الزيت قلت فيه صار كذا مرة بدي اكبه فقلت لحالي هلأ اذا زيته ما بصير حرام هدك رح يكون زيت جديد رح يتشرك مع هادا الزيت فحطيته وقلت فيه متل ما هو وخلصت المقالي كلهم وهون بحط بدي اساوي مكمور بازنجان يا صبايا للي ما بيعرفو منحط شوي من زيت النباتي منقلي فيه البصلة وبعد هيك منحط البندورة يلي كنت فارمتها ومقشرته طبعا قبل ما افرمها هاي اهم شي منحطله بس ملح ومنتركها البندورة لحتى تعقد كتير منيح وبعد هيك منحط الفلافلة يلي قلناها والبنجان يلي قلناها ومنتركه عن النار يغلي غلو يغلوتين وبعدين مناكده جنبه خيار ومخلل طعمته بتجنن اكلة صيفية بردة وبنفس الوقت فكرة لغده سريع ترجمة نانسي قنقر وهاك يا صبايا انا بيكون خلص فيديو اليوم معكن ان شاء الله يكون حبيته الفيديو واستفدته واستمتعته كمان كتبولي بالتعليقات اذا بتحبوا هيك نوع من الفيديوهات وكمان كتبولي شو رأيكم باجواء فيديو اليوم طبعا دائما اجوائي بتكون بسيطة وعفوية وبحب اني اشارك معكن الشي اللي انا عملته بيومي ربي بيشهد بكل مصداقية وفي صبايا كمان حبيبة قلبي طلبت مني انه اشارك معكن طبخات جديدة بصراحة يا صبايا انا ما كتير دائما بيخترع بالي انه اعمل اختراعات جديدة بس ان شاء الله رح اشتغل على الموضوع ورح اشارك معكن افكار تكون جديدة علي وعليكن نعمل تجارب واعطيكن رأي فيها كمان كتبولي بالتعليقات هيك افكار وانتظروني بكل جديد وكتبولي كمان كيف كان الاسبوع الماضي معكن ان شاء الله كان ميسر وكان في عندكم مشاكل افتحولي قربكن وخليني اشوف كيف عبتمشي الحياة معكن انا هيك حكيت لكم كيف كانت ماشية الحياة معي انتظروني بكل جديد حطولي اهم شيها لايكات كتير على الفيديو حتى اتشجع ونلزل لكم فيديوهات كتير ان شاء الله وبأمان الله يا احلى واغلى صديقات بكل الدنيا عائلتي الحلوة